سكار، الدبابة، كوماندا المابوجو، عملاق السافنة الألقاب دي كلها كانت للأسد دريدي لوكس اللي أول ما بيظهر في المكان الخوف بيدق في قلوب كل المخلوقات الأرض كانت بتتهز لما دريدي لوكس يبدأ في الزئير وإعلان غضبه على الكل الأسد الضخم وتاني عضو في التحالف الأخطر والأشرس والأعنف في آخر خمسين سنة على الأقل تحالف مابوجو دريدي لوكس كان بيمثل الشراسة والجبروت في أنقص ورهم وكان صياد بلا رحمة شعره لبديته الناري كان بيتير زيتاج مصنوع من اللهب اللي محطوط فوق راس ملك المملكة الحيوانية ما كانش فيه أي مخلوق بيقدر أنه يعطله أو يقف في طريقه أو حتى يعدي من مكان ريحته موجودة فيه مخالبه كانت معلمة ومحفورة على منافسين والأبديين والكلام هنا عن الضبعة وحتى لو كانوا ضعفه أربعين مرة ما كانوش بيقدروا يخوفوه أو يخلوه يمشي من المكان دريدي لوكس كان أسد محارب حقيقي ما بيتعبش من المعارك ودخل في إخناقات كتير طلع منها كلها كسبان الصيادة حد جبابرة الحياة الطبيعية من غير تردد أو تفكير أو خوف الزرافات العملاقة وأفراص النهر متقلبة المزاج وحتى الأفيال الضخمة كل دول دق لحمهم وشرب من دمهم كل جرح على جسمه كان دليل على قوته الفتاكة وإصراره إنه الملك الأقوى والأخطر في السفنة الأفريقية دريدي لوكس هيفضل أسطورة حقيقية عظيمة ووحشية مدمرة عمرنا ما هنقدر ننسها الملك اللي أثار الرهبة والخوف في الكل الملك الذي لا يكهر في أدغال سبيسان شخصية بارزة هتفضل عايشة معانا واسمها مكتوب بالدهب في تاريخ الحيوان وفي عالم أسطير الأسود سكار مابوجو أو دريدي لوكس من موليد سنة 2001 تقريبا ومن وقت ما كان شبلت عرض لإصابة بدري بدري في ديله وبقى ملقب باسم سنيب تيل لكن برارم من كده اللقب ده مش هيكمل معاه طول حياته هيختفي وهيتنسي بدري بدري لما يكبر سنيب تيل أول ما وصل لمرحلة البلوغ اتلقب باسم قاتل الجموس واسم الوحش المرعب وكل دلع إنه كان فعلا وحش في صيد الحيوانات العملاقة في السفنة الأفريقية وبمنتهى السهولة وبرغم من إن السجلات والفيديوهات للمواجهات الفردية شبه معدومة ولسه إدارة سبيساند ما أفرجوش عنها إلا إن الكل أجمع إن دريدي لوكس شارك في كل المعارك اللي خادها تحالف المبوجو ضد التحالفات التانية وفي مرحلة من مراحل حياته ويسل سكارل منصب نائب التحالف أو راجل التاني في القيادة وده ما كانش مجرد لقب شرفي والسلام ده كان ليه امتيازات فعلية زي التزاوج مع اللبؤات والنصيب الأكبر من الصيد والأكل في الوقت ده كان القادة هم ما كولوا وبعد منه راستا وبعده على طول بريتي بوي لكن دريدي لوكس صعد للمركز الثاني على طول وبسرعة الساروخ وده لإنه في وقت من الأوقات كان ضخم جدا زي الدب تقريبا واتلقب باسم الدبابة والكوماندا اي نعم هو تعرض للهزيمة في مواجهات قديمة ضد دخواته زي معرقته الأشهر ضد بريتي بوي على سبيل المثال لكن ده ما يقللش أبدا مما كانته في التحالف وانه واحد من أقوى وأشجع وأعنى في أعضاء المبوجو الستة وكان بيقضهم في معارك كتير وفي مواقف الهجوم بقى بيكون القادة هم الأكثر عدوانية ووحشية وقوة غاشمة في قلب المعركة وده دريدي لوكس قدري يثبته في معارك كتير بمنتهى السهولة ادخد فيها زمام المبادرة وقيادة التحالف وفي وقت من الأوقات كان هو فعلا أقوى أسد في الكوكب كله مش في سبيساند ولا في جنوب أفريقيا ولا حتى في قرية أفريقيا بس لا في الكوكب كله ومن أشهر وأغرب الفيديوهات اللي أنا شفتها للأسد المجنون ده كانت مع الضباع الضباع المعروفين بكرهوهم للأسود ومنفستهم ليهم على الأكل والموائل والأراضي دريدي لوكس بقى في يوم من الأيام صحي وقعد يتجول في أراضي المبوجو الوسع الكبيرة وفجأة سمع صوت ضحك الضباع الشريرة ولما أرد من المكان لقى عشيرة كاملة من الضباع مستدين جاموسها في قلب بيركة صغيرة وقاعدين فيها وبياكلوا منها وبدل ما ياخد بعضه ويمشي ويعمل نفسه عبيت أو حتى يهرب ولا حتى يروح يجيب بقى إخواته وقال طلق ثلاثة لأكل معكم من الغدى وديلوقتي وفعلا راح نقطت وسط العشيرة وقعد يأكل من الوجبة ودخل أنيابه جو بطن الجيفة في مشهد ما يتصدقش أسد وحيد بطول واقف بيأكل جنب عشيرة كبيرة من الضباع اللي مش قادرين يتردوه أو حتى يخوفوه أو بالمناسبة حاجة كده على جنب ابن حبيب قلب الملك كينكتيل اللي بعدها بكم يوم أنهى حياة زعيمة عشيرة الضباع وأكل راسها الصورة اللي قدامنا دي بقى لدريدي لوكس وقت ما كان تحالف المبوجو بيحاول يستولي على قطيع إنس جديد ولبقات القطيع المجنين رفضوا يطيعوا المبوجو وقعدوا يدفع عن أجبالهم عشان كده الوحش انفجر فيهم وقتل اللبقات والأجبال وكالأجزاء منهم قبل ما يموتهم وعاقب الكل دريدي لوكس كان قوة فتاكة يقدر يدخل في معركة الوحدة ضد أربع أو خمس أسود كمان بسبب شجعته ودخامت جسمه وهنا الكلام ده مش مبلغة دي حقيقة فعلا علشان كده للأسف حصلت عليه مؤمرة قذرة من المضانيق في المحمية وقتلوه ايه ده مش عارفين يعني ايه المضانيق؟ دمع مدنق المدنق اللي هو اللي كده اللي بيحدث آخر مرة تشاف فيها الوحش دريدي لوكس كانت في شهر ديسمبر سنة 2010 تقريبا على حدود سابسان ومن وقتها بقى ودبابة المبوجو ما ظهرش تاني ومش معروف هم عملوا في ايه وبكده يكون خلص فيديو النهارد من اسطير الوصول صديق الانسان الجميل حبوب تحب الفيديو الجاي ان شاء الله من المبوجو يكون عن بريتي بوي زي ما طلبتم مننا كتير ولا يكون عن معلومات وتفاصيل محدش يعرفها في حياة المبوجو هتبقوا اول ناس من العرب يعرفوها كتابولنا تحت في التعليقات وان شاء الله استنونا في حلقات جاية اقوة وامتع والسلام عليكم ورحمة الله بركاته اشتركوا في القناة